أقام مجلس نقابة محامي طرابس محاضرة علمية تحت عنوان أصول المرافعة الجنائية ألقاها المحامي صلاح رمضان مغيلي تميزت المحاضرة بتفاعل كبير من الحضور حيث تم فتح باب النقاش بعد الانتهاء من العرض مما أتاح فرصة لمشاركة الآراء وتبادل الخبرات وجمعت عددا من المحامين بالإضافة إلى طلاب وخريجي كليات القانون فضلا عن المهتمين بالشأن القضائي نتمنى أن نتمكن من المحافظة على هذه السنة نتمنى أن يستفيد الجميع لن نحصرها على المحامين أو في معينة ستكون مفتوحة بإذن الله كما هو الحال اليوم لجميع الرغبين في الاستفادة والحضور سوى محامين سوى طلبة قانون سوى خريجين سوى مهتمين بالشأن القانوني والقضائي في البلاد عموان تأتي هذه المحاضرة في إطار جهود النقابة المستمرة لتعزيز المعرفة القانونية حيث تهدف إلى توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المحامين والطلاب إن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل كبير في تطوير الممارسات القانونية وتوعية المجتمع بأهمية القوانين والإجراءات الجنائية مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين المنظومة القانونية في البلاد المحاضرة هذه والمحاضرة ما يليها هي امتداد من السبوع العلمي الذي قامت لنشط النشاط بإشراف نقابة محامي طرابلس شهر يولو الماضي هو الهدف من هذه المحاضرات والنشاطات العلمية هو الهدف التي تعمل الفايدة للجميع والنهوض بنقابتنا إلى المستوى الريادي كجهة أحاضنة لهذه الورش وهذه المحاضرات تجسد هذه الفعالية التزام نقابة محامي طرابلس بتعزيز التعليم المستمر والاحترافية في المهنة وهما يسعى إليه المحامون في إطار تحسين مستوى الخدمة القانونية المقدمة للمواطنين